موسيقى مرحبا مسألة فيكم عزيزي المشاهدين من جديد في ظل تطور تحديات الأمن السبراني على مستوى العالم تواصل دولة قطر بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز أمنها السبراني فضلا عن التعاون مع نظرائها حول العالم لخلق فضاء إلكتروني مفتوح وآمن في نفس الوقت نعم للمزيد عن الموضوع معنا في الاستيديو المهندس خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن السبراني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن قبل لا نبدأ مع ضيفنا خلونا نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن الأمن السبراني ترجمة نانسي قنقر على رأس أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعمل قطاع الأمن السبراني التابع للوزارة بشكل مستمر على مراقبة التحديات التي يمكن أن تتعرض لها الشبكات والمواقع الحيوية والخدمية على الشبكة المعلوماتية في الدولة والتأهب لأي مخاطر يمكن أن تتعرض لها هذه الشبكات ويقوم قطاع الأمن السبراني بصفة دورية بتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية الخيوية وغيرها إلى جانب القطاع الخاص بأهمية حماية شبكاتهم ويعد تحقيق الأمن السبراني في قطر مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأطراف المعنية حيث يعمل قطاع الأمن السبراني على تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة على الدوام وذلك بهدف التعامل مع أي هجمات محتملة من ناحية التخفيف من آثارها واحتوائها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة وهو ما يعرف بالاستجابة الفورية ويعتبر أمن المعلومات منظومة متكاملة تتكون من آليات استجابة ووقايا ونقاط اتصال إلى جانب سرعة الاحتواء للهجمات أو الحوادث الإلكترونية الطالئة وهو ما يتم التركيز عليه في اللقاءات وورش العمل والتدريب مع الجهات المعنية في الدولة هذا التقرير كان يتحدث عن الأمن السيبراني لكن معنا في الستيديو المهندس خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني علشان يوضحنا أكثر ونتعرف على هذا الأمن أكثر ويوضحنا عن هذا الأمن السيبراني أنا ما كنت أعرف بصراحة المصطرح أو المسمى للأمن السيبراني إلا بعد ما جلست معاك سأتني نعم بالاستغبال أنا أول شيء طبعا شاكر لأخوي الأقيد جاسم الحيل هو مهد الطريق صراحة لها الفقر مسألة الأمن لكنه أمن ملاعب وهذا ومهد أنا أقول لكم بربط القصص هذه كلها تفضل وبعدين حتى أختي الدكتورة خلود بعد ما هدت تكلمت عن الوقاية وتكلمت حتى عن الحماية بعد فأنا أعتقد البرنامج اليوم كله للحمد لله أمن وأمان ووقاية نعم الحمد لله إحنا دورنا بعد يعني في الأمن السيبراني بعد دورنا في أمن وأمان ووقاية وحماية نجي للمصطلح أنا أخوي حمد سألني عن المصطلح في الاستقبال هو المصطلح تطور مع الثورة ثورة تكنولوجيا يعني أو ثورة التقنيات اللي صارت يعني بداية من 1960 يعني في فترة اللي أنا رحت في الجامعة طبعا سنين طويلة توكى صغيرة لأننا كنا بالجامعة في ذيك الفترة كانت الكمبيوترات أوكي معزولة عن الشبكات أوكي موجودة هي مثلا في المختبر وحنشتغل عليها برامج وكانت يعني مرتبطة بشبكات داخلية نحن نسميها ففي ذيك الفترة كنا نسميه أمن الكمبيوتر شوف هذا الكلام بقول لكم السنة في الثمينات ثمانينات تو 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 فهي كانت في ذيك الفترة أمن الكمبيوتر اللي هو الانتي فيروس هو طال عمرك الجهاج وكي في بعض التطبيقات وممكن أنت تنجل البرامج يعني من خلال الأقراس هذه اللي كانت في ذيك الفترة لحجام الكبيرة ذي وحتى هذه البرامج ما كانت يعني في متناول الجميع احنا بالجامعة كانت عندنا هالبرامج هذه على اساس أننا نستخدمها في بعض الاختبارات وكذا ناخذ مواد بسيطة جدا في أمد المعلمات في ذيك الفترة وتطور وتطور طبعا في 97 عقب ما خلصت أنا الجامعة دراسة الجامعية رحت كنت أزور يعني زملائي كانوا في ذيك الفترة بعد في 97 وصلت عند يعني أو يعني استضافني واحد من الشباب هنا وكانت بداية الانترنت فقال لي خالد شرايك ترى احنا ممكن نسوي تشاهد مع أخواننا مثلا في أولاية الفلانية كنت معقولة كنت أنا خبر في التسعينات في بداية كانت فيه انترنت وفيه بس ما كنا موصلنا لهذا التطور يعني فصارت إيش الدلالة أنه صارت الأجهزة أحين متصلة مع بعض أوكي بس خارج نطاق الشبكة الداخلية صارت الشبكة أحين خارجية من بيتك لشغلك من شغلك لمزود خدمة مزود خدمة لولاية أخرى لديرة ثانية فتطورت العملية فصار الأمن إلكتروني شفت شلون وأسرى كان اللي عنده سيرفر طبعا أكيد اللي عنده سيرفرات يومين أكيد فصارت عملية حماية البيانات صارت لها مركزية يعني بدلا ما نزل القرص على جهاز نزل القرص على سيرفر على خادم والخادم هذا يوزع برامج الحماية على الأجهزة المتصلة فيها سواء كانت في شبكة داخلية أو سواء كانت حتى في يعني متصلة بمنشآت تطورت العملية يكتب يكتب بقلومي يحضر حق أسئلة لا جايك الكلام فحتى لفظ السايبر طال عمرك تطورت يعني حتى الشبكة العنكبوتية تطورت احنا نسميها تطبيقات التواصل انتم تسمعونها دائما بروتوكول 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 هذه كلها تطبيقات تواصل المراكز البحثية الجامعات طورت في تطبيقات التواصل فالأمور صارت غير مرئية حق المستخدم المستخدم اللي جالسوا بيه تحين في قطر في 2014 يستخدم جهازه لكنه متصل مع ناس غير مرئية وما يعرفهم وما يعرفهم ومتصل مع جزء غير مرئية فصارت العملية السايبر هي سايبر كلمة انجليزية تم تعريبها في المعجن احنا عندنا الله يسلمك المعجن في التحاد الدول الاتصالات التحاد الدول الاتصالات هي منظومة دولية احنا كدولة قطر منتسبين للمنظومة هذه من خلال الوزارة ففي معاجم فاحنا ساعات نشتهد على اساس نعرب بعض الكلمات الانجليزية بالذات المصطلحات التقنية هذه فاتفقنا في اعتقد 2008 ان نصير لفظ سايبر وحول ليه سايبراني وتم اعتمادة حتى في الامان العام المجلس التعاون الخليجي في ادارة الاتصالات عندنا بالرياض وخلاص يعني انتشرت وستخدمها سايبراني معاناته كمبيوتر كمبيوتر نعم هو متصل بالكمبيوتر بالشبكات أو بأي شيء لعلاقة في توصيل المعلومة من مصدر لآخر سيبراني يعني هي مترجمة أو معربة صح معربة لسايبر سايبر نعم أهمية الأمن السيبراني بالنسبة للدولة والله شوف طال عمرك بعد أنا برجع لأخوي العقي جاسم هو مهد الطريق لأنا على اساس أنا كنت تتابعة بره واشوف شلون برد على سئلتكم الصراحة وهي سئلة جدا محنكة يعني نعم أنت موجود خلاص لا لا بالعكس أنا أعتقد هذه الردود السيبرانية ردود سيبرانية الإيجابية ترى على ذكرة فيه ردود سلبية نحمي نفسنا عنها نعم شوف طال عمرك حين احنا تكلمنا على رؤية عشرين ثلاثين أوكي الاقتصاد المعرفي إيش الاقتصاد المعرفي هذا الاقتصاد المعرفي مبني على تنوية الاقتصاد الحالي يعني اللي موجود احنا احنا اقتصادنا مبني على الطاقة سواء كانت الطاقة جاية من النفط ولا من الغراج يعني فرؤية عشرين ثلاثين أوكي اللي اعتقد كانت في فترة يعني بسيطة جدا يعني أعلن عنها سيدي سمول أمير واد في ذلك الفترة الشيخ حمد وحين طبعا احنا بمسيرة غايدنا سيد الشيخ تميم أوكي ماشيين فيها على الشاشة فاعتمادنا على التقنيات يعني فيه زدياد يعني انتم تشوفونا طبعا في المدارس تشوفونا حتى في الوزارات تشوفونا في جميع المنشآت فيه اعتماد قاعد يزيد على التقنيات الحديثة هذه فمع الاعتماد هذا على التقنيات أوكي لازم نحفي نفسنا فأعطيك إياها بصورة أخرى احنا نشوف حين الإخوان مثلا في وزارة الداخلية دارة المرور ونشوف إخواننا في أشغال ونشوف إخواننا حتى في وزارة البلدية جميع مؤسسة الدولة يشتهدون يشتهدون في إيش يشتهدون طال عمرك على أساس أن يعني ينشؤون الطرق السريعة هذه ليه ينشؤون الطرق السريعة على أساس أن نحن يعني نحل من مشاكل الزحام صح السيارات ناخذها حين على الفضاء السيبراني فضاء السيبراني نفس الشيء صار الاعتماد يزيد على التقنيات صار التواصل بين تطبيق وبين برنامج الآخر سريع جدا في السيارات في بعض المشاكل صح شنو المشاكل سرعة عدم تغييد بقواني المرور عدم التغييد بالقواني سرعة زادة في الأسف بعض السائقي المتهورين يذون نفسهم ويذون غيرهم بعد الفضاء السيبراني في أنتو تسمعون دائماً الهاكرز فهذا نحن نشوفهم زي السائقي المتهورين اللي يستخدم البرامج والتطبيقات للأغراض السلبية شوفت شلون بس ممكن سيطروا عليهم شوف أو حتى تحد من خطورتهم هو طال عمرك احنا شغلنا كلنا احتواء احنا نداول دائماً اول شيء نرصد الخطر بطريقة استباقية ونحتوي ما في شيء مية في الامية صحيح أنا ليش استخدمت يعني مثال المرور والسيارات وكذا لأننا نحن نشوف الأخوان في إدارة المرور مجتهدين يومياً يومياً وأشغال نفس الشيء يومياً في اجتهدات يعني جبارة على أساس أنه يعالجون الخبل هذا لكن في بعض الخبل بعض التجاوزات لكن هم شي يسوون يعالجونه بطريقة استباقية ويحتوون احنا نفس الشيء في الفضاء السابراني نشوف الخلل نشوف مكامل الخطر نرصدها نتعاون مع بعض نحتويها بطريقة استباقية فأنت سؤالك على أساس شنو أهميتها هو مهم جداً مع التطور اللي حاصل في البلد مع الاعتماد على البنى التحتية المعلوماتية أنا سميها فيجب أن نحن بعد نحمي نفسنا مع المخاطر المصاحبة للبنى التحتية المعلوماتية المتطورة نعم المهندس خالد بالنسبة دامنا الأمن السابراني ومهم جداً في الدولة كذلك قبل سنة تقريباً تم إطلاق سهيل واحد وإن شاء الله السنة الجاي سيتم إطلاق السنة الجاي 2016 سهيل اثنين سهيل اثنين يفيدكم مثل هالشيء أو شلون نقدر شلون تكون أهمية سهيل في القمر الصناعي سهيل في الأمن السابراني أول شيء خلني يمكن معلومة يعني عن طريقكم طبعاً سنتواصل مع مشاهديننا في قطر والمجتمع الغطري طبعاً المبادرات هذه سهيل حتى شركة الألياف الضوئية وشركات ثانية هذه كلها مبادرات وزارة الاتصالات طبعاً بالتعاون مع جميع القطاعات يعني مبادرات السهيل كانت بعد توجيهات سيلي سمون العمير الوالد حتى اسم السهيل على نجم السهيل على نجم السهيل كانت مبادرة شخصية مننا وطبعاً شرفنا أننا نحقق بعض رؤى حق سيدي سمون العمير الوالد وبعدنا طبعاً في مسيرة سيدي سمون العمير الشيخ تمي السهيل في بعض البرامج موجودة حالياً السهيل واحد في بعض البرامج من أهم البرامج الموجودة التي تفيدنا نحن كممارسين في قطاع الاتصالات لبرامج تكلمنا حين الشبكات وتكلمنا على الشبكات الافتراضية وتكلمنا على البنى التحتية المعلوماتية الحيوية طبعاً هذه كلها ماشية والألياف الضوئية لا سمح الله لو صار أنا عندي قطع قطع بين خلنا نقول بين شوق وادر كيابل يعني نحن في منطقة شوق وادر وصار في قطع كيابل في المنطقة هذه ومنطقة أخرى في قطر أو منطقة أخرى خارج كطر أنا استعيم والأخوان في السهيل لأنه عندهم برامج ربط عن طريق الأقمار الصناعية يستخدمون فيها ترددات معينة للربط وهذا الربط يصير بطريقة فورية يعني وهذا البرنامج موجود وإن شاء الله طبعاً هو موجود كاحتياط يعني كباكب نحن نشمع وطبعاً ما أودنا نلجأ له لكنه موجود كضمان لنا يعني يفايدكم أكيد أكيد وإن شاء الله في السهيل الثنين في حماية طبعاً بنانة تحتية يعني مهدس خالد يعني لو نتكلم عن المواطنين نفسهم وعلاغتهم بالأمن السبراني وحمايتهم من التهديدات التي ممكن أن نتواجههم في استخدام الانترنت والشبكة العنكبوتية صحي ما الفوائد التي ستحصلون عليها أنا جبت معي بعض الكتيبات الرشادية أطلب تفضل واحد عندك عند أخي خالد أنا أعطي خالد بس بسمي هيا لكم أنت وفي الكثير واحد واحد هي ستة أنا أعتقد أن أخذ حماية الشبكات اللاسلكية في البيت إذا عندك من الشبكات هذا أيوة هذا مهم جدا يعني هدك تيبات أخذ الخمسة وعطني ذلك عندك وعند العلالة طال عمرك عندنا نشوف في وزارة الاتصالات وفي الوزارات المعنية عندنا طال عمرك برامج كثيرة بنسبة لتثقيف وتوعية المواطن والمقيم يعني لكيفية استخدام الأمثل لوسائل التقنية الحديثة وهذه بعض الكتيبات اللي موجودة هي موجودة حتى على المواقع الإلكترونية التابعة لنا يعني ترى ممكن أنا جبتها هنا كنسخ على أساس يشوفون الجمهور نحن يجينا مع دروح خلاص لا لا بالأقس وعندنا زود وإن شاء الله يعني بس شون هل يحصلون عليها المشاهدين يعني هي موجودة على المواقع الإلكترونية حي وزارة الاتصالات يعني وزارة الاتصالات يعني سبل حماية الخصوصية من العالم الرقمي هذا موضوع آخر حماية البريد الإلكتروني صحيح هذه رسالة المزعجة وهذه رسالة المزعجة وهذه عامل الشبكات اللاسلكية صحيح حماية الأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت يعني كل موضوع أهم الثاني كل موضوع وهذا طال عمرك هذه مواضية ترى كلها ثلاث صفحات يعني مبسطة جدا جدا حق المتلقي الذي يشوف صعوبة أنه يتعامل مع الأمور الثنية يعني عشس المصطلحات اللي موجودة يقراها وبسطة جدا وسهل التعامل معها يعني هذه واحدة من على ذكر البرامج وفي برامج أخرى حنا عندنا ورش نعمل ورش كثيرة تدريبية ونتواصل مع المدارس يعني حتى في تثقيف الأطفال يعني أو التلاميذ موجودين في المدارس نتواصل مع كبار السن نحن عندنا برامج حتى يعني في وزارة الإتصالات أو عندنا إدارات معنية تواصلهم مع كبار السن في تثقيفهم في التعامل مع الانترنت في تثقيف يعني هذه الكتيبات مهندس خالد مثلا تصلح للأفراد أو للجميع حتى الشركات حتى الشركات نعم حتى الموظف اللي موجود سواء كان في شركات غطاء مالي أو طاقة يستفيد منها وعلى ذكر دائما نحن نطبع تنفذ الطبعات دائما يعني الحمد لله وهذا يدل يدل على نطج المجتمع الغطري أوكي في الأمور التعوية نعم ونحمد الله على الموظف الحمد لله أنتم في ظهر المنشورات كاملة صحيح حاطين الفريق القطري عفوا الفريق القطري الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وزارة الاتصال وتكنولوجي مع الموضوع تحاطين الرقم صحيح هذا الرقم 24 ساعة عشان نبه على هو الرقم هذا موجود يعني ليه ساعات متأخرة من الليل من تقدر تصل فيه الحين ممكن تتصل فيه أنا الحين لا أحد من المشاهدين لا أنا ذكرا اختبار للطريق أختبرهم في الدولة ايش اللي ممكن يجيني خليني ألجأ لهذا الرقم أتصل فيه هو شوف احنا أنا أقول لك يعني ايش اللي احنا وصلنا له هلأ احنا نضع عمرك في 2009 2009 صار في نوع من الهجوم احنا نسميه الهجوم بالبريد المزعج اوكي على دولة غطر احنا دائما نتعلم حتى من اخطائنا ونعالجها ببرامج نعالجها بوسائل ثنية نعالجها حتى بوسائل ادارية فالهجوم هذا الانسار هو كان بالبريد المزعج باللغة الانجليجية سمونا سبام كثر كثر السبام وكثر البريد المزعج سبب نوع من الخلل او خلنا نقول عطل في المنظومة في منظومة البريد الالكتروني لمعظم لبعض الشركات فلجعنا لبعض الحلول واحدة من الحلول كانت ان احنا نتعاون مع مزودين خدمة موجودين هم حالين اثنين موجودين مزودين نتعاونوا ايام هم عندهم الله يسلمك احنا نسميه الكول سنتر موجود عندهم او استقبال الاتصالات هذه فقلنا اذا جاءكم اتصال والاتصال هذا الشاكي او اللي يشتكي جالس يشتكي من بعض الخلل اللي موجود في جهازه وفقا لبعض العراض اللي هو يذكرها ممكن تكون العراض لها علاقة بالاختراق يعني حولها لنا حولها على الكول سنتر المساند اللي موجود في وزارة الاتصالات الراقم اللي موجود ايوة اللي فيه الفنيين المختصين اوكي في امن المعلومات واستقبلون الاتصال هذا من الشخص المتصل اوكي ويتواصلون وياه وحتى لبعض يعني وصلنا لبعض المراحل اننا كنا نجيب الجهاز حق الشخص وعندنا مختبرات ونعالج الجهاز هذا ونشوف الخلل ونعطيه بعض البرامج خلنا نقول لي برامج الحماية هذه وانثقفه وقدرنا نتغلب من 2009 اوكي لين اليوم الحمد لله برنامج هذا ناجح جدا الفريق الغطري ايه الفريق الغطري فيه اخبال كبير عليه وانا على ذكرة اسمع صدام من المجالس انا ساعات اروح عند الربع في المجالس يقوم يأخذ اتصالنا في تيوذي ومثلا يمكن يحل مشكلتي ان شاء الله مشكلة المشكلة اللي انا عاني فيها سواء كان في سيستم الكمبيوتر او سيستم الخاصة اللي عندك في البيت الخاص وليس الشركة الشركات اللي عندنا خط تواصل آخر معهم يعني الإدارات الحكومية احنا عندنا وسائل الاتصال كثيرة التركيز في هالرقم هذا على لأنه على الأشخاص أنا بأذكر الرقم 44 9 9 5 3 9 9 بعيدة مرة ثانية 4 4 9 9 5 3 9 9 اي حد عندنا مشكلة يتصل الفريق القطري اللي استجابة طوار طوار الحاسب الاري وزارة التصالات والتكنولوجيا والتكنولوجيا المعلومات عسى الله ان شاء الله يوفقكم يا رب العالمين وهذه البروشيرات ممكن تحصل عليها عن طريق موقع صح نعم عن طريق الموقع وزياراتكم في وزارة الصلاة بالعكس نحن موجودين يعني لساعات متأخرة من الليل وإن شاء الله تصير 24 ساعة يعني متواجدين ونتواصل مع كل اللي يجي يعني اللي يطلب لأي خدمة من طرفنا عسى الله يوفقكم المهندس خالد الحاشمي الله يحفظكم المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شكرا جزيلا لكم شكرا وانا شاكر لكم وعدنا بلقاء آخر إن شاء الله ضروري إن شاء الله إن شاء الله فيه أمور كثيرة لها علاقة حتى بـ 20-22 والبرامج والتطبيقات ودورنا إحنا وتعاوننا مع الجهات أبرك الساعات ومحلك الله يحبك وإحنا حاضرين شاكر لكم الصلاة الله يحبك فاصل قصير مشاهدين ونعود بعده لمواصلة بقية حلقة الليلة من برنامج ترحيب ابقوا معنا موسيقى